افتتح الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفر بول التسجيل فارقه في شباك نيو كستليون عزد اليوم السبت على ملعب آنفيلد ضمن الجولة الثالثة والثلاثون للبريمير ليغ ورفع صلاح رصده الى عشرين هدفة في البريمير ليغ هذا الموسم بفارق هدف وحيد عن هاري كين متصدر الترتيب وبحسب شبكة سكاي سبورت فقد بات صلاح اول لاعب في تاريخ ليفر بول يسجل عشرون هدفة او اكثر في الدول الانجليزي خلال ثلاث مواسم وسجل صلاح اثنان وثلاثون هدفا خلال ستة وثلاثون مباراة في موسم 2017-2018 وفي موسم 2018-2019 سجل اثنين وعشرون هدفا في ثمانية وثلاثون مباراة اما في الموسم الحالي فقد سجل عشرون هدفا في ثلاثين مباراة وتفوق صلاح على التنائي روبي فاولر والويس واريز الذان نجح في تسجيل عشرين هدفة او اكثر خلال موسم واحد مع ليفر بول بالبريمير ليغ في المناسبة فقط